بشركم أنكم أمة الشهادة وستشهدون على الأمم على كل أمة لم تشهد أمة مع نبيها سيستشهد النبي أمة محمد عليه الصلاة والسلام على نبيها ولذلك نوح سيستشهد بمحمد عليه الصلاة والسلام وسيشهد بأبيه ووأمه وسنشهد نحن على أن نوحا عليه السلام وسائر الأنبياء قد بلغوا البلاغ المبين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ستسألون عن أنبيائكم ولذلك قال الحق جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ماذا أجبتم المرسلين والله لنسألن عن محمد عليه الصلاة والسلام وماذا نحن قائلون والعجيب يوم أن نقول وسنقول يا رب ثبثنا عند السؤال سنشهد له بالبلاغ ودائما الحبيب يقول لأصحابه في خطبته في النحر وفي يوم عرفه وغيرها ألا هل بلغت فيقولون نعم ثم يرفعها وبعد أن نكبها عليهم اللهم فاشهد ولذلك في خطبة النحر في خطبة الوداع في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته اللهم صل عليه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار بلغنا البلاغ المبين أقام الحجة علينا تمنى لقاءنا أحبنا بكى بأبيه وأمي بكى خوفا علينا أمتي أمتي حتى نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ببشارة أنا لن نخزيك يا محمد في أمتك ولما قال الحبيب أن نبعث النار واحد للنجاة وتسعمائة وتسع وتسعين إلى النار ضاقت الأرض على أصحاب رسول الله وحزنوا من هذا الواحد يا رسول الله فبشرهم أنه يرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال بل نصف أهل الجنة فكبروا الله أكبر نصف أهل الجنة أنتم ولذلك لا بد من حب يقودنا إلى الصعيد فنشهد بصوت غير مرتجف نعم نشهد له بالرسالة وما أقبع حال إنسان يشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة وهو مقيم على خلاف سنته وعلى تكذيب سنته وعلى السخرية بالمتبعين لسنته ذاك المسكين هل لك وجه؟ لو خرج الحبيب عليه الصلاة والسلام علينا الآن وهو قد أخبره الله من أحوالنا ومن اتباعنا لسنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أليس بعضنا سيتوارى عنه؟ والله يتوارى عنه والله ما له وجه ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مت فاعلم أنك ستسأل عنه يقول الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هذا السؤال للرسل الرسل يقولون بلغنا البلاغ المبين ثم يأتي هل يكتفي الحق بسؤال الرسل عن أنهم بلغوا؟ لا فيسأل المدعوون يسأل من أرسل إليهم هذا النبي ماذا أجبتم هذا النبي؟ هل بلغ البلاغ المبين؟ ثم تأتي الشهادة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون